أشهدها وزير الدفاع الفريق روك المحسن الداعري بالدور المحوري لمحافظة تعز وصلابة جبهاتها في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وما قدمته من تضحيات جسيمة وصمود استوري خلال سنوات الحرب مع هذه الميليشيا جاء ذلك خلال لقاء محافظ محافظة تعزن بالشمسان واركان حرب محور تعزن لواء عبدالعزيز المجيد وممثلي أسر الشهداء والجرحى لمناقشة أوضاع المحور والشهداء والجرحى من المنتسب على وجه الخصوص وأكد الفريق الداعيري أولوية ملف الشهداء والجرحى وحرص قيادة وزارة الدفاع على معالجة ورق عاية الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء ترجمة نانسي قنقر